أشترك بقى على ما يحدث في أولمبياد باريس بشكل عام مأساة دي كفاية التنهيدة الطويلة دي مأساة لا مأساة بص حضرتك يعني أنا الحمد لله شرفت بأن أنا كنت موجود في لندن 2012 ويرو وريد جانيرو 2016 مش هقول لك أن الإنجازات كانت كبيرة أو المادليات كانت كبيرة بس ما كانش الوضع باللي احنا شايفينه ده وبعدين يعني أنا كنت راح أستمتع لأن ده أكبر حدث أكبر حدث رياضي ممكن يعني لما تبقى صعفي تغطيه طبعا أنا حضرتك أسعالهم ثلاث مرات لكن الأولمبياد شكل تاني ووضع تاني بس شفت حاجات يعني شفت مثلا كرم جاب كرم جابر أنا نازل محط المترو شفت كرم جابر مثلا لما خد الماديلية الفضية مش الدعبية في لندن أنا نازل فلقيت زحام شديد حاجة مثلا بتاع مثلا حوالي ألف وحد زحام شديد من محط المترو نازل كده وفيه قبل القرية الأولمبية زحام شديد فانزلت لقيت كتلة بشر من شرق أسيا جنسيات مختلفة ملمومين حوالي شا يتصوروا معا ففيه أحداث تبهرك نفس الشيء في ريو برضو أحداث تبهرك التخطية الإعلامية الأحداث دي بتبقى محتاجة يعني أسلوب مختلف انت مش راح تغلطي نتايج أو تجيب نتايج احنا بتجيب على النت ليه احنا نحن دلوقتي النتايج سلبية جدا بالنسبة لبعثاتنا المصر لأن احنا ما بنشتغلش صح طول عمرنا في الأولمبياد طول عمرنا ما بنشتغلش صح صح الصح هي مش المرة دي بس الصح هي الصح أن انت تركز على اللعبات اللي انت عندك أبطال فيها انت معروف أن انت بتاع مصرعة بتاع أسقال بتاع جودو شوية تايكوندو تايكوندو ممكن تخش في السلاح شوية بدأنا شوية في السلاح بدأنا شوية في الخماس الحديث بدأنا في الألعاب دي لكن انت لا بتاع سباحة ولا بتاع ألعاب قوة ولا بتاع رماية ولا بتاع فروسية ولا بتاع غطس ولا بتاع تنس طولة يعني انت مش لكش في الألعاب دي بعيد إلا بقى لو عندك طفرة يعني لو حاجة عصت عندك بالصدفة وليت جيت لعيب طفرة زائرة فتبتدي تحت فأنت لازم تركز على الحاجات دي أنا يعني مش ضد ان بطل أفريقيا أو اللي جاب الرانكينج العالمي انه يتقاهل ويروح ماشي بس ضد ان أنا أركز معاه على انه بطل أفريقيا فهيطلع يجيب مديليا هم 12 ألف لاعب موجودين في الأولمبياد وهم ألف مديليا يعني في 11 ألف لاعب مش ياخدوا حاجة فأنت متفاهم فكرة أنه في كتير مش ياخدوا من عدم ديليا أيوة في 11 ألف لاعب بس قولي بس قولي بس انت قولي قبل ما تسافر اه انا متارجت ايه صح يعني بص يا فاندم انا وانا راجع من ريور على سان باول هساوباولو ترانزيت هارجع على القايرة ركبة جنبي لعبة مصارعة كنادية ماشي ماشي هي راجع لوحدها فبقولها أنت مفيش مثلا رئيس بعثة حد جاي معاك المغدى ميداليا ها مغدى ذهب ذهب ماشي كنادي فبقولها مفيش حد معاك يبتعه وكده قلت لي لا طب ما عملوكيش حفلة مفيش حد مستنيكي في المطار في كندا قلت لي لا مفيش حد خلاص أنا عملوه حفلة في القرية اللومبية زميلي وخلص الموضوع على كده لما أروح أخد المكافأ عادي خالص بقولها طب إنتي تارجيتك ده قالت لي أنا هم عارفين أن أنا رايح أجيب ميداليا لونها إيه ده بقى ده حسب القرعة والمنافسات لكن أنا معروف أن أنا طالعة من بلدي أنا رايح أجيب ميداليا فأنت لازم تتردد أنا هركز على الألعاب دي أوجه الدعم يعني أنا صرفين مليار ومتين وخمسين مليون على كم لعبة على حوالي 24 لعبة أولومبية ورحنا ب 164 لعب 140 أساسي أنا ما أحبش الكلمة دي أكبر بعثة ليه يعني إيه أكبر بعثة أكبر بعثة في تاريخ المواصل يعني إيه الكلمة دي أكبر بعثة 164 لعب دي يعني أنا أجيب مثلا 60 مداليا وأنا راجع ما تقوليش أكبر بعثة تقولون دي حاجة دينك مش حاجة حاجة دينك طبعا أكبر بعثة نفسها ستفسح أنا عايز أكبر عدد مداليك ومت إداري وفي كده يعني كل لعب ليه لعب إداري بيديره مفيش دكتور نفسي فيهم السبت الإنفعالي والضغط النفسي والضغط العصبي مفيش حد فيهم أهل لعيب لعيب مثلا خسر مباراة وتأهل يلعب على برونزية مثلا خسر لأنهوصل للنهائي فهيلعب على برونزية أهلوا نفسيا وبتاعوا وارجعوا تاني والكلام ده يعني كلنا بنخسر كل الخسار يعني محمد السيد ده صدفة عشان بسي محدش يقولي إن مديلة محمد السيد دي كان معروفا إن مطارجتين نوعي جابه كنا مترجتين زياد السيسي كنا مترجتين زياد السيسي طبعا الهالة اللي اتعملت بعد ما وصل لنصف النهائي وقصة وخلاص ومستنين مداليا والفيلم اللي اتعمل ده كله وقعوا قدام بطل تونس غير مصنف فقبل النهائي فجي فراحت منه حتى كمان المداليا البرونزية فكارثة فأنت لازم تبقى مترجت انت طالع من هنا انت بتقولي من سبعة لإحداشر جبنا سبعة يبقى خيره برقة جبنا زيادة يبقى احنا عملنا إنجاز لا مفيش الكلام ده وبعدين ترجع البعث أخفاق نبتدي طلق بحطة في مجلس الشعب وليجان وتقص حقائق والفروس الصرفت إزاي والكلام ده شهرين والموضوع نخش في اتخابات اللي جان المجالس قدرات التحدي الجديدة وخلص الموضوع ويتنسي الموضوع ونرجع نفس الفيلم بطل الأولمبي تميز الأولمبي مش عارف مشروع التميز صناعة البطل مشروع صناعة البطل كلام ده كله المركز الأولمبي لا مش عارف عن صافر فين لا الكلام ده فين مفيش كل ده كلام بص يا فندم فيه رؤساء التحديات بقى الواربعين وخمسة وتلاتين سنة رئيس تحاد بلا إنجاز وموجود هو يعقل ان بلد فيها امتين نادي حكومي وخمسمائة أو ستمائة نادي خاص واربع تلاف وخمسمائة مركز شباب يبقى الجمعية العمومية لاتحاد السباحة عشان ها قم دي اتحاد السباحة يعني انت فيه نادي في مصر مفيش حمام سباحة ده مركز الشباب كلها فيها حمام السباحة يعني مركز الشباب دلوقتي اللي الطوارد دي اربع تلاف ونص نادي اللي الدولة طوارتهم كلهم ملاعب وحمامات سباحة وبتاعه ده النادي ده ما بلعبش غطس اصل النادي ده ما عندهش منافسات ناشئين اصل النادي ده ما بلعبش مش عارف سباحة طويلة فيتم تقليص عدد الجمعية العمومية الى عشر اندية عشان اسيطر عليهم ويجي اوجح بالتسكية كل انتخابات وبعدين تفاجأ مصر 120 مليون مسافرة الولمبياد بسباح وسباح منهم سباح واحد في امريكا مروان هماش يعملكش علاقة به ولا تعرف حاجة عنه ولا استعداداته يكرسى مصر 120 مليون سافرة باتنين سباحين ترجمة نانسي قنقر